الحماية من أمراض القلب فتعتبر كوجبة ممتازة هذا كيف لو ضفنا عليها مرات مش دايما لحمة وكفرومة مرة ضفنا سماك أو قنبري يا سلام هاي فيها فائدة أعلى نفس كلام اللي حكيت لك إياه نفس كلامك أنت؟ أميت حكيت لي إياه شبار يعني إذا أنت مصر يا ختياراً يا شبنا تغرب يا ختياراً ما تجياله تنطفق عليك إحداهم 100% وبالنسبة للسعرات الحرارية عزبنا نحكي تمام عندنا الكوب من الباستا تقريباً بكون فيه 180 سعر حرارية 180 180 سعر حرارية تعتبر وجبة يعني كمية عادية والشخص بقدر يأكل أكتر منها بس نقدر أنه أنا بنصح ستات لبيوت لما أنا بنعمل مع كارونيا ما يكون طبق لحاله يعني فيه ناس مثلاً أولادهم بيغلبوا بالخضرة فأنا كتير بحب مع البندورة يحطوا جزر يحطوا فليف لحمراء فهيك من نزيد القيمة الغزائية أخذت لحمة من أور مخلان كمان هيك طيفة الدكتورة ربا شاطرة بموضوع إنها تحط شي مغذي لأطفالها ندخلها بالنصف بالتدخيل بطريقة فنية شاطرة بهذا الموضوع هل بدك تقنع طاها يأكل كوسة مع لا ما هو ما رح يبين شر تحديداً طاها إنسي أولاد ثاني يكون لغير يعني هو ما شاء الله أنا بحط الكوسة بالكيك يا شر أنا ما مش متغلب زاكية كثير ما أبين طعمها ما أبين طعمها أبداً أنا مش متغلب بطاها تحديداً بس في أطفال ولم يأكلوا أي شيء يعني في منهم بس إنه رز الأبيض واللبن آه يعني مثلاً زي الباستو أو سوسة المنقدر السبانخ ينخلط مع زيت الزيت والزاتون والسوس وتصير زي كأنه نضحك على الأولاد نقول لهم هاي باستا خضرة مرات الأولاد لما يشوفوا قطع الخضرة خاصة أن تنطخ شوية ما بيحبوش طعمها فمثلاً إحنا كثير بيجينا على العيادة أولاد بيغلبوا بالأكل فمنحاول ندخل القيمة الغذائية فإحنا إذا تخيل أنت أنت عم تعمل بس ماكروني مع روب بندورة وبين أنت تستخدم بندورة فرش وتحط جزر وفليفلة حلوة وتهرسها ما رح يبين يعني الطفل ما رح يحسوا بني قدر تزيد السوس أشطر من هذا الجيل ولا يعرفوا كل ما هذا الجيل هناك منهم يغلبوا بالأكد يغلبوا جداً يعني حضرتك أمك تعرفي يعني أمرق علينا يغلبوا ويكونوا بيكي يعني هناك أشياء كثيراً ما يقبلوا إياك أنا شخصية متغلبة عند ابنك؟ في النوتك ما قصدك تقولي يغلبوا أنت جد بس يعني لا يعني أنا من الناس اللي أعبد أغلب معكم تختبر هذا الأمر بيحفادك تختبر هذا الأمر بيحفادك أنا بطعمهم بشكل ثاني يكون في جنب هك خزراني عطولي بيأكلوا خزراني أقول أنت تضرب أحطنيهم مصاري عشان كل جده الله إنك سادق إنسان حنون جداً بأمانة حبيبية الله يعافيك أنا مؤخراً كثير دائماً ترد لخاطري نصائحك بالعديد من الأمور بصير أكون مش انتقائي بس بتعرف تقدم الواحد بالعمر ذلك تصير يعني نوعاً ما تنتبه ضروري تقدم البني آدم بالعمر عشان ظلك محافظة اليوم عم نحكي إنه عمرنا برؤية إحنا كيف لما دخلنا قبل اللي كنا صغار و قبل قبل كبرت رؤية وإحنا كبرنا معها شرفتينه شكراً الله يعطيك ألب الله يعطيك العابط شكراً